وللحديث عن تأزوم الملف النووي الإيراني وتحول الموقف الأوروبي من إيران بعد أن فقدت ثقة المجتمع الدولي ينضم إلينا عبر سكايد من صيدان مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب أهلا بك معنا أستاذ حسان حياكم الله أستاذ حسان عندما تتحدث الوكالة وكالة الصحافة الفرنسية عن ما وصفته بالشلل التام الذي يسود مفاوضات الملف النووي مع إيران هل ذلك لربما يكشف التحول الغربي في موقفه من إيران؟ في الواقع يبدو أن التحول الغربي بدأ يأخذ طريقه وخاصة الموقف الأوروبي الذي كان في بداية الأمر يلعب دور الوسيط وهو أقرب إلى الموقف الإيراني منه إلى الأمريكي لكن الآن بدأ يتحول بشكل جذري وأصبح أقرب إلى الموقف الأمريكي بل أنه قد يتبنى الموقف الأمريكي من التعامل مع إيران في موضوع الملف النووي ما ذكرته قبل قليل في تقريرك وهو أن موضوع الآثار اليورانيوم التي وجدت في أكثر من مكان في إيران والتي ترفض إيران أن يقوم وكلاء أو خبراء الوكالة الدولية للطاقة للبحث عن أسباب وجود هذا اليورانيوم أو أن تقدم إيران مبررات واضحة عن سبب وجود هذه الآثار يثير الشك لدى الدول الغربية بشكل عام وخاصة منها الأوروبية وهذا يؤكد عدم مصداقية إيران في تعاملها مع هذا الملاق وفي مفاوضاتها التي تحاول أن توسط أكثر من دولة مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة وخاصة الدولة العمانية مؤخرا لأنها واضحة أن هناك عدم مصداقية عدم وضوح في التعامل وعدم وضوح في تقديم الأدلة الكافية لطمأنة الاتحاد الأوروبي وكذلك المجتمع الدولي حول طبيعة المشروع النووي الإيراني وما قد يصل إليه مستقبلا هذا المشروع وهناك أيضا أسباب أخرى نعم تفضل أفوا هل تتوقع أن يكون الموقف الأوروبي أو أن يتخطى الموقف الأوروبي موقف التعبير عن الانزعاج والصخط من المماطلة الإيرانية وعدم التعاون الإيراني إلى خطوات لربما تكون أبعب صحيح لأن هناك أسباب كثيرة أيضا تقلق الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هناك موضوع الرهائم دائما إيران ما تتخذ أسلوب الرهائم اعتقال بعض المواطنين من المزدوجي الجنسية الذين يزورون أهلهم في إيران وبالتالي المقارضة عليهم مع موقفين في دول الاتحاد الأوروبي تحت ذريعة أنهم كانوا في مهمات جاسوسية السويد على سبيل المثال تعاني من هذه المشكلة الآن حيث أوقفت إيران مواطنين سويديين بتهمة التجسس لمبادلتهم بالقاضي الإيراني الذي تم توقيفه في السويد بتهمة التعذيب وإصدار أحكام بإعدام آلاف المواطنين الإيرانيين كذلك هناك بلجيك حيث أوقفت دبلوماسيا إيرانيا متلبسا بوجود متواد متفجرة معه ومعترفا بأنه كان يستهدف أحد قادة المعارضة الإيرانية والآن إيران تعتقل أحد المواطنين البلجيكيين الذي كان في إيران وتحاول إحياء معاهدة تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران وهي التي تم توقيعها خلال عهد شاه إيران السابق أيضا هناك الموقف الإيراني من الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعاني الدول الأوروبية من حجز وحجب الغاز الإيراني عن أوروبا وإيران تقف إلى جانب روسيا في هذه المعركة أكثر من أنها تقف إلى جانب روسيا هي تستهدف الشركات الأمريكية والأوروبية التي تسعى لمزيد من إنتاج الغاز في كردستان العراق وتقوم بقصفها بين الحين والآخر بهدف منعها من إنتاج الغاز وتزويد أوروبا بمزيد من الطاقة حتى تخرج من أزمتها أو على الأقل تخفف من حدة الأزمة لذلك من هنا نرى أن الموقف الإيراني مزدوج حيث تقوم بالمتفاوض مع الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تقوم بإعلان حرب غير معلنة على هذه الدول وطريقة غير واضحة وبالتالي لكن آثارها تدميرية ولا يمكن أن نتجاهل أيضا موضوع الحرب الإلكترونية والسيبرانية حيث شاهدت ألبانيا مؤخرا هذه الهجمات الإيرانية لستهدف الاستقرار في ألبانيا مما يعني أن إيران مستعدة لتدمير العالم من إنجاز مهمتها في الحصول على القنبلة النووية أو على الأقل القدرات النووية الكافية لحماية استقرار نظامها وبقاء نظامها لعبا أساسيا في المنطقة وخاصة أن تلعب دورا إقليميا لذلك نرى أن التحاد الأوروبي بدأ يعيد النظر في حقيقة مصداقية إيران في التعامل مع الملفات الدولية وخاصة ملف النووي وما يستتبعه من ملفات أخرى وبالتالي قد نرى إيران في حالة حصار أكثر تشددا كما شهدنا اليوم من الموقف الأمريكي الذي زاد من حجم العقوبات على إيران في الوقت الذي تطالب فيه إيران بتخفيف العقوبات أو برفع العقوبات من أجل انخراط أكثر في عملية التسوية الملف النووي ولكن العقوبات الأمريكية لم تلقى أي اعتراض من التحاد الأوروبي بالعكس مرت مرورها الكرام مما يعني أن أوروبا تدرك أن إيران لا يمكن التعامل معها بوضوح إلا بصرامة جدا وبتجديد العقوبات عليها حتى تردخ للمطالب الدولية وتأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجل نعم يعني برأيك هذه العقوبات التي فرضت على إيران في السنوات الماضية وحتى الآن هل أثبتت نجاعة في إجبار إيران على التراجع عن مواقفها نظام إيران هو نظام ديكتاتوري لا يأبه لحد المواطنين في إيران المعاناة في إيران شديدة وكل من يزور إيران يتحدث عن المعاناة الإنسانية والواقع الاجتماعي الصعب والوضع الاقتصادي الذي ينهار تدريجيا ونحن نلاحظ سعر صرف التماني الإيراني كيف ينهار تدريجيا كذلك نرى ونلحظ آثار الوضع الاقتصادي السيء في إيران على الأدوات والأحزاب والقوة والميليشيات التي تدعمها إيران سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان وحتى في سوريا سوريا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وإيران لا تستطيع أن تقدم لها شيئا كذلك نحن في لبنان نعاني من أزمة خانقة نتيجة هيمنة حزب الله على الوضع الداخلي اللبناني وعلى سياسته الخارجية ويحاول استدراج عروض تقديم مساعدات لبنان من الدول الغربية والدول العربية ويجنب إيران هذه المسألة ولا يطالب إيران بتقديم أي دعم رغم أنه يخدم المشروع الإيراني بالكامل من الساحة اللبنانية ومؤخرا الحديث عن استخدام الفيول الإيراني لتشغيل معامل الطاقة في لبنان لا يستحق التعليق عليه لأن إيران نفسها تعاني من أزمة في إنتاج الكهرباء ونلحظ دائما مظاهرات داخل المدن الإيرانية تطالب الحصول على كهرباء 24 ساعة إذن إيران تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية ولذلك هي طلبة من المتحدة رفع العقوبات قبل الموافقة على الاتفاق النووي أو قبل التوقيع عليه لأنها تشعر أنها بحاجة للحصول على السيولة اللازمة لمواجهة المشاكل الداخلية قبل الخارجية وحتى تستطيع تأمين استقرار نظامها في الداخل والاستعداد لمرحلتين مقبلة نعم إذن كنت ضيفا عبر سكايب من صيدة مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسن القطب شكرا جزيلا لك شكرا لك